ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا على خير البشر كأس العالم عشرين ستة وعشرين لكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناكلة والمعلقين توقع معنا في التعليقات من يفوس في هذه المباراة ويحثث ثلاث نقاط مهمين ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة وليك للفيديو وتعديل التعليقات بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المباراة القادمة المنتخب العراقي أمام المنتخب الكويتي ضمن مباراة الجولة الثانية وتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم عشرين ستة وعشرين المباراة على أستاذ جابر الأحمد الدولي القناة الناكلة بين سبورت 3 والمعلق عامر الخذيري انتظرونا سننقل حضرتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعون توقيت المباراة يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق والسابعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر يذكر بأن المنتخب العراقي انتصر بهدف نظيف على منتخب عمان وتصدر به المجموعة الثانية بينما تعادل المنتخب الكويتي في مباراة والولى أمام المنتخب الأردني ضمن مباراة المجموعة الثانية وتصفية أسيا المؤهلة لكأس العالم عشرين ستة وعشرين توقعتكم معنا في التعليقات من يفوس في هذه المباراة ويحصل ثلاث نقاط مهمين ومنافسات الجولة الثانية من تصفية أسيا المؤهلة لكأس العالم عشرين ستة وعشرين